السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك فكرت في كمية النعم اللي ربنا منحها ليك؟ طب حضرتك كل يوم كده لما بتصحى الصبح فكرت تراجع كده النعم وانت بتراجعها لقيت مثلا في حاجة نقصة منهم لقيت نفسك نقص ايد ولا رجل ولا عين طب سبنا من كل ده خلينا نقولها بشكل مختلف تاني هو ربنا سبحانه وتعالى ادك كل النعم دي ليه؟ مش كل نعمة فيهم لها شغلانة بتشتغلها؟ طيب هل حضرتك استثمرت الشغلانة بتاعت النعمة دي في محلها؟ طب استثمرت كان ايجابي ولا سلبي؟ كل دي اسئلة محتاجين نسألها لنفسنا كل يوم وفي كل لحظة بتعد علينا ليه محتاجين نسألها لنفسنا؟ علشان خطر تقدر تقيم الثروة اللي عندك انت عندك كنوز من النعم هل ده معناه ان حضرتك فقير؟ مهما كان حالك ما عندكش فلوس ما عندكش الثروة ما عندكش اي حاجة في الدنيا ده معنى ان انت غني جدا غني ازاي؟ وانا مش معاي فلوس غني بصحتك غني بثقتك في نفسك غني برضى ربنا سبحانه وتعالى عنك غني بحب الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى زرعوا في قلوبهم ليك غني بكرمتك اللي انت مصر انك تحافظ عليها مصر ان رأسك تكون مرفوعة طب حضرتك بعد كل ده ممكن تيجي في يوم من الايام تضيع النعم دي او تضيع نعمة فيهم انت مصر ان انت تكون وسط الناس مرفوع الرأس ومش تكون مرفوع الرأس غير لما تحافظ على النعم دي وشوف سيدنا يا حيب نوعاز لما سؤل متى يبلغ العبد مقام الرضى امتى الانسان ممكن يوصل لمرحلة الرضى دي فقال اذا اقام نفسه على اربعة اصول فيما يعامل به ربه اول حاجة يقول يا رب ان اعطيتني قبلت وان منعتني رضيت وان تركتني عبت وان دعوتني يا رب اجبت مباشرة انا موجود استوى تبرو الدنيا عنده بترابها الذهب والتراب عنده واحد لانه عارف اصلا انه عنده كنوز من الذهب ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يفرط في واحدة منهم تخيل انت حضرت كده لما تحتاج كليا ولما تحتاج تزرع كبد ولما يحتاج اي جهاز من دول يحتاج تدفع مئات الالاف من الفلوس عشان تجيبها طب اوزن نفسك كده ويحسب الاجهزة اللي عندك اللي شغالة مصنع شغال ليل وانهار وفي كل لحظة لو وقف الدنيا بطبوس خالص بعد كل ده تقدر تفرط في النعم دي شوف سيدنا عمر بن الخطب رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه بيقول ان الخيراء كله في الرضا فإن استطعت ان ترضى وإلا فاصبر لو مش قادرت ترضى بقى على حالك ومقامك اللي اقامك فيه ربنا سبحانه وتعالى في الوقت الحالي ما قدامكش حاجة غير الصبر والصبر صعب شوية مش اي حد بيوصل لمرحلة الصبر يبقى اذا الرضا حلو افضل بيطمئن القلب وتستكين النفس لما توصل لمرحلة الرضا اذا رضيت رضي الله عنك وارضى عنك الناس حالك هيكون مختلف تماما جرب ترضى عن قدر الله واتقدر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك اشوفكم على خير موسيقى